بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخُ الإسلام من تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة مئة واربعين وقولُه تعالى ويبقى وجهُ ربك ذو الجلال والإكرام وقولُه تعالى كل شيءٍ هالِكٌ إلا وجهه جل وعلا وقولُه ويبقى وجهُ ربك جل وعلا تضمَّنت هاتان الآيتان إثبات صفحة الوجه لله عز وجل فنؤمن أن لله وجهًا عظيمًا يليقُ بجلاله وعظمته تبارك وتعالى والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تُحصى كثرةً وكلُّها تنفي تأويل المُعطِّلَة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يُفسِّرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الزَّات يؤولون يقولون الوجه الجهة وبعضهم يقول الوجه الثواب وبعضهم يقول الوجه الزَّات هذا كله تأويل فنؤمن أن لله وجهًا عظيمًا يليقُ بجلاله وعظمته تبارك وتعالى والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفةٌ غير الذات ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مُركَّبًا من أعضاء كما يقوله المُجسِّمة أي المُشبِّهة بل هو صفةٌ لله على ما يليقُ به فلا يُشبه وجهًا أي من وجوه المخلوقين ولا يُشبهه وجهٌ من وجوه المخلوقين له وجهٌ عظيمٌ يليقُ بجلاله وعظمته جل وعلا واستدلَّ المُعطِّلَة الجهمية والمعتزلة وغيرهم بهاتين الآيتين على أن المُراد بالوجه الذات قالوا المُراد بالوجه الذات إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك وهذا تأويل فالوجه لله وجه يليقُ بجلاله ونحن نُعارِض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجهٌ على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يُستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتًا للموصوف حتى يُمكِن للذِهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه على أنه يُمكِن دفعُ مجازهم أي مجاز المُعطِّلة بطريقٍ آخر فيُقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات بدلًا من أن يُقال أطلق الوجه وأراد الذات وقد ذكر البيهق رحمه الله نقلًا عن الخطاب رحمه الله أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت أي الوص إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات فنؤمن أن لله وجهًا عظيمًا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي جلال وجهه ونور وجهه منتهى إليه بصره من خلقه فالتأويلات باطلة لا يجوز التأويل بل نؤمن أن لله وجهًا عظيمًا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلَّت أيديهم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُم مَبْسُوطَتَانْ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ تضمَّنت هاتان الآيَتان إثبات اليدين صفة حقيقية حقيقية له سبحانه على ما يليق به فهو في الآية الأولى يوبِّخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام الذي خلقه بيديه فالله تعالى قال لما خلقت بيدي فنثبت أن لله يدان عظيمتان تليقان بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة فإن الأشياء جميعًا حتى إبليس خلقها الله بقدرته فلا يبقى لآدم خصوصية يتميَّز بها عليه السلام المؤطِّلاء يقولنا اليد القدرة يؤولنا اليد بالقدرة وهذا تأويل باطل فنؤمن أن لله يدان عظيمتان تليقان بجلاله وكماله وعظمته جل جلاله وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي بعض النسخ عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده خلق آدم عليه السلام بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده جل جلاله قال المعلق رواه الدار قطني رحمه الله في الصفات والبيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات وابن أبي الدنيا رحمه الله في صفة الجنة وأب الشيخ رحمه الله في العظم من حديث الحارث ابن نوفل مرسلا رحمه الله وثبت موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وآدم وجنة عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان جوّد إسناده الذهب رحمه الله في العلو وقال الألباني رحمه الله في مختصر العلو سنده صحيح على شرط مسلم فالله عز وجل شرّف هذه الأشياء خلق آدم بيده الحمد لله الله خلق أبان آدم عليه السلام بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وفي الرواية الأخرى خلق العرش والقلم وآدم وجنة عدن بيده فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دالٌ على اختصاصها بأمرٍ زائد وأيضاً فلفظ اليدين بالتثنية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة كما عطل المعطلة قالوا ليد القدرة أو قال ليد النعمة هذه تأويلات فإنه لا يسوغ أي لا يجوذ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين على أنه لا يجوذ إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو يرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد لأن هذه المخلوقات ليس لها يد فنؤمن بأن لله يدان عظيمتان تليقان بجلاله وعظمته جل جلاله وأما احتجاج المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشائرة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه فإن ما يُصنع بالإثنين قد يُنسب إلى الواحد فإن ما يُصنع بالإثنين قد يُنسب إلى الواحد تقول رأيت بعيني وأنت رأيت بعينيك وسمعت بأذني وأنت سمعت بأذني فما يُصنع بالإثنين قد يُنسب إلى الواحد والمراد عينايا وأذنايا وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا الجمع قد يلد بمعنى المثنى كقوله تعالى إن تتوبى إلى الله فقد صغد قلوبكما تتوبى تثنية قلوب جمع والمراد قلباكما وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبصر وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية قال المؤلق أقول إثبات الكف والأصابع واليمين والقبض والبصر كل ذلك وارد وأما الشمال فقد قال الحافظ البيهقي محمه الله وقد ورد ذكر الشمال لله تعالى من طريقين في أحدهما جعفر بن الزبير وفي الآخر يزيد الرقاشي وهم متركان قال وكيف يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه أنه سمى كلتا يديه يمينا وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب من ذكر الشمال في مقابلة اليمين وقال الخطاب رحمه الله ليس فيما يضاف إلى الله من صفة اليدين الشمال وقال محمد بن خزيمة رحمه الله في كتابه السنة مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبع السنن إلى أن قال وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما انتهى ملخصا من شرح السفاريني رحمه الله قلت وقد ورد ذكر الشمال في صحيح مسلم رحمه الله من حديث بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وفي إسناده عمر بن حمزة قال أحمد أحاديثه مناكير وقال النساء ضعيف وذكره بن حبان في الثقات قاله ابن عثيمين رحمه الله قلت انظر المسألة بشيء من التفصيل في كتاب صفات الله الواردة في الكتاب والسنة وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم عز وجل ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق يسبون الله تعالى الله ثم أثبث لنفسه سبحانه عكس ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار أي دائمة النفق على الخلق لا تغيضها نفقا أي لا تنقصها نفقا سبحانه وتعالى ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين ألا شاهدت وجوه المتأولين أي سودت وجوه المتأولين وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله تعالى وحملته على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكيف ولا تأويل على ما يليق به سبحانه في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عيناً يرى بها جميع المرئيات وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما يعني ليس كعين المخلوق بل على ما يليق به قال المعلق اعلم أن المؤلف رحمه الله نفى أن يكون مقتضى إثباتها جارحة مقيدة بكونها مركبة أي فالنفي متسلط على جارحة مركبة من شحم وعصب يعني المخلوق أما الجارحة المطلقة فهذه لا ينبغي إثباتها لله ولا نفيها كلمة جارحة ما ورد إذ قد إذ قد يراد بالجارحة ما يترتب عليها مقتضاها وأثرها المختص بها مثل إدراك المرئي بالعين وحصول القب والبص باليد ونحو ذلك فيتوسل فيتوسل بنفي الجارحة إلى نفي حقيقة الصفة والحاصل أن إطلاق القول في الجارحة نفياً وإثباتاً لا يصح بل الواجب التفصيل فإن أريد بالجارحة ما تركب من أجزاء وافتقر بعضها إلى بعض يعني كالمخلوق في التركيب فهذا مستحيل يجب نفيه في حق الله تعالى والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإن أريد بالجارحة حقيقة الصفة كالعين المدركة للمرئيات واليد القابضة المبسوطة ونحو ذلك فهذا حق يجب إثباته في حق الله تعالى قاله ابن عثيمين رحمة الله عليه وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل المعطلة يؤولون العين بالرؤية أو يؤولون العين بالحفظ والرعاية هذا تأويل بل نؤمن أن لله عين تليق بجلاله وعظمته وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها فإن لغة العرب تتسع لذلك فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكرها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية فهل يريد هؤلاء المعطلة الجهمية والمعتذلة والأشاعر أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتذلة إنه قادر بذاته مريد بذاته كل ذلك تأويل باطل ونؤمن أن الله له عين يرى كل شيء جل جلاله وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه ويعلل لذلك الأمر بأنه بمرأة منه الله يرى ذلك وفي كلاءته وحفظه سبحانه وتعالى وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب والدسر أي مسامير جمع الدسار تشد بها الألواح وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته جل وعلا تجري بأعيننا سبحان الله وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه عليه السلام وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه فنؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق به بلا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكيف من نقول على ما يليق بجلال ربنا وعظمته سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وقوله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقوله تعالى لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سبحان الله وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقال تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم رسوله والمؤمنون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يجب علينا أن نتق الله فالله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويسمع ويعلم ما في صدورنا اللهم هدنا واغفر لنا فلا نتكلم إلا بخير ولا نقول إلا خيرا هذه الآيات هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات صفات السمع والبصر والروية أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صياغ الاشتقاق وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع فهو صفة حقيقية لله يدرك بها أصوات كما قدمنا فالله يسمع كل شيء جل وعلا فعلينا أن نتق الله ولا نقول إلا خيرا وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية الهازمة لها والرؤية الهازمة لها وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي ارحموا أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب ولكن تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فالله تعالى يرانا ويسمع كلامنا ويعلم ما في نفوسنا فعلينا أن نتق الله وكل من السمع والبصر صفة كمال وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر وقد نزلت الآية الأولى في شأن خول من تثعلب رضي الله عنها حين حين ظاهر منها زوجها يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي وهذا كانوا يعتبرونه طلاق ولكن الله أبطل ذلك وأوجب فيه الكفار فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه يعني كما كانوا يعتبرون ذلك طلاق أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات أن يسمع كل شيء سبحانه وتعالى لقد جاءت المجادلة خول من تثعلب رضي الله عنها تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الآيات سبحان الله العظيم فعلينا أن نتق الله لا نقول إلا خيرا ولا نفعل إلا ما أذن لنا وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه دعا فنحاص اليهودي إلى الإسلام قال ذلك اليهودي والله يا أبا بكر ما بنى إلى الله من حاجة ما بنى إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا ما استقرضنا قاتل الله الكفار الله تبارك وتعالى رغب المؤمنين في الصدق وسماه قرضا ترغيبا في الصدق فهذا اليهودي الخبيث يقول أنه فقير يطل منا القرض قاتله الله قاتل الله الكفر قال الله تعالى سنكتب ما قال الله تعالى سينتقم منه فأما الآية الثالثة أم بمعنى بل والهمزة للاستفام فهي أم المنقطعة والاستفام إنكاري يتضمن معنى التوبيق والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهم السلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما فقال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى والله يسمع كل شيء ويرى كل شيء جل وعلا وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى فالله يرانا ويسمعنا ويعلم ما في صدورنا فعلينا أن نتق الله ونتوب إلى الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتوب علينا واغفر لنا يا رب العالمين وقوله عز وجل وهو الشديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكراً ومكرنا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً وقوله وهو شديد المحال تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية ولكن لا ينبغي أن يشتق لها من هاتين الصفتين إسم فيقالوا ماكر وكائد لا يجوز أن نقول الله ماكر الله كائد هذا لا يجوز بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين لا نسميه ماكر وكائد ولكن نقول كما أخبرنا الله والله خير الماكرين أما قوله سبحانه وهو الشديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة وهو الشديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد وقوله إن أخذه أليم شديد اللهم أعذنا من عذابك يا رب العالمين وقال ابن عباس رضي الله عن ما معناه الشديد الحول وقال مجاهد رحمه الله شديد القوة والأقوال متقاربة وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرى وقد فسر بعض السلف رحمهم الله مكرى الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون فكلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فأعلم أن ذلك منه استدراج قال المعلق رواه أحمد في المسند محمه الله والطبراني في تفسيره محمه الله والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان محمهم الله من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عن إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فأعلم أنما ذلك منه استدراج أي ليزداد جرماً ليشتد عذابه والأياذ بالله والحديث حسن إسناده العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة فعلينا أن نتق الله ونعمل بما أمرنا الله ونشكر الله ولا نعصيه وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتاً فيه كوة يعني نافذة وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من الكوة فدخل عليه يهود ليدلهم عليه دخل يهودي ليدل اليهود على عيسى عليه السلام فيقتلوه فيقتلوه ماكري نجَّى الله عيسى عليه السلام ورفعه إلى السماء وعيسى عليه السلام حيٌّ في السماء ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجَّال ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما قوله تعالى وَمَكَرُوا مَكْرًا فهي في شأن الرهق التسعة من قوم صالح صلى الله عليه وسلم